موسيقى وكان في استقباله المسؤولين عن بناء هذا الصرح العملاق الذي يدخل في طار التعاون ما بين البلاد والشركاء التنموين تغريب التالي لباح الدين عبدالشاك مواصلة لتنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية التي توليها الحكومة عناية فائقة لصالح الشعب والمواطنين لتحصين ظروف الحياة الصحية منها والاجتماعية فقد تفقد أمين الدولة في الصحة الدكتور محمد النظيف يوسف المرافق الصحية والمشاريع الطابعة لوزارته منها مشروع مبنى مستشفى علاج مرض العيون بحي دار السلام والذي مولته جمعية العون المباشر من دولة الكويت عبر لجنة مسلمية أفريقية وهذا المشروع يتكون من طابقين ويشمل صالات اجتماعات وصالات علاج وسقا للأطباء وملحقاته داخليا وخارجيا ومخازن للأدوية والمعدات مشرف على بنائه مكتب الدراسات وكذلك من إنجاز شركة شركة اسربي فشغلهم شغل جيد وماشي ان شاء الله ينتهي في نهاية السنة على أكثر تقدير من جانبه فقد عبر أمين الدولة في الصحة عن فرحته وامتلانه بهذا المشروع الذي أوشق على إكماله وتسليمه في نهاية هذا العام ونحن في شاد في أمس الحاجة لمسل هذا المستشفى العظيم وضعنا حجر الأساس الحمد لله اليوم جينا وفي إطار متابعة أنشطة وزارة الصحة تشاد فيها أمرات كثيرة متعلقة بالعيون فالحمد لله المشروع في مجمله تقريباً 80% من البناء شبه انتهى وإن شاء الله نهاية العام في ديسمبر المقبل نأتي ونفتتح هذا المشروع ويمكن أن نسميه مشروع العام وللتنويج فإن مثل هذه المشاريع العملاقة التي توليها الحكومة تعطي دفعة قوية في تحسين الحياة الصحية للمواطنين في جميع الأراضي الوطنية ترجمة نانسي قنقر